موسيقى الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق خلقه من تراب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول جل وعلا في كتابه العزيز هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وموضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن العلم وعن العمل في الإسلام ومدى ارتباط العلم بالعمل المولى سبحانه وتعالى عندما أنزل قرآنه على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أي فئة توجه بالخطاب هل توجه إلى العلماء أو إلى الذين أراد لهم العلم بأن حثهم عليه أو أولئك الذين جهلوا وتربوا في الجهالة وبقوا على ذلك ومشوا في ذلك المولى سبحانه وتعالى دائم المخاطبة للذين جريدون العلم دائم الحث على طلب العلم يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فعملية الإيمان في ميزان المولى سبحانه وتعالى هي درجة رفيعة ولكن تزداد إذا كان المؤمن متعلما أو إذا كان المؤمن يريد أن يتعلم العلم هو مجموعة من التعريفات أو له مجموعة من التعريفات ولكن هل هو متصل بعلم معين بأشخاص معينين بمجال معين لا هناك مجالات كثيرة أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعلمها هناك من يتعلم علم الدين وأمرنا نحن كمسلمين بأن نتعلم فقه الوضوء وفقه الصلاة وفقه الحج وفقه الزكاة وغيرها من الأمور التي تسهل علينا أن نتم عبادتنا على أتم وجه ولكن هناك أشياء أخرى ومجالات أخرى وعلوم أخرى العلم فيها أمر متأكد من هذه المجالات الهندسة، الطب، الصيدلة، البناء غيرها وغيرها وغيرها علوم الفلك، علوم التقنية بأنواعها الصناعة علوم الفلاحة، غيرها من المجالات التي لا تتصل مباشرة بما أمرنا الله به من يريد الله به خيراً كما قال يفقه في الدين نعم الدين علم يجب تعلمه ولكن يرفع الله سبحانه وتعالى درجات المتعلم ليس عالم الدين فقط ولكن من تعلم التقنية، من تعلم الهندسة، من تعلم الفلاحة، الحدادة، نجارة وغيرها من العلوم لأنها أمور هي في نهاية الأمر متلازمة يجب أن تعلم دينك وتستطيع أن تبني حضارتك العلم والعمل العلم والعمل يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وهو يتكلم مع أحد أبنائه يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم خير من كل الأموال لأن العلم يحفظ الشاب المسلم من الأهواء، من الشهوات يحفظه من الجهالة، من الإنغلاق، من التشدد العلم يحفظ ويحرس المسلم الصادق ولكن المال في نهاية الأمر تقضي به حوائجك في الدنيا لا يأخذك أو لا تأخذ معك شيئا من المال في الآخرة لأن الكفنة كما نعلم ليس له جيوب ولكن تأخذ معك العمل الذي توصلت به بعلمك ومن أول العلوم التي وجب أن نتعلمها هو علم معرفة ربنا سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك علم معرفة رسله عليه الصلاة والسلام حتى تستطيع بذلك العلم أن تصل إلى آخرة وجنة وعدك الله سبحانه وتعالى بها هذا ينفعك في الدنيا والآخرة هذا علم التفقه في الدين ذي أمرنا رسول الله به ولكن بعد ذلك هناك علم آخر تقوم وتقوم به حضارتك وتبني به أسس المعرفة فيها وهو علم علم الدنيا بما في ذلك كل المجالات وكما قلت فيها الاقتصادية وفيها السياسية وفيها الفلاحية والصناعية وغيرها نرجع إلى حديث الإمام علي وهو في نفس المقال يقول المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق هذا تمام حديث الإمام علي يقول المال تنقصه النفقة ولذلك كان العلم يزكو بالإنفاق كلما جلس العالم الرجل الاقتصاد يفسر للناس رجل الفلاح يفسر للفلاحين الملاح وغيره رجل الفلك رجل الإعلام يفسر يتعلم من الناس علمه يزكو ويزيد ولكن المال ينقص بكثرة النفقة يقول جل وعلا وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وهذا هو فضل الله علينا أن علمنا ما لم نكن نعلم كل العلوم التي تعلمناها هي من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ومن نعمه علينا أحد السلف كان يقول العالم شيخ ولو كان حدثا أي ولو كان صغيرا في السن والعكس والجاهل حدث ولو كان شيخا هذا فضل العلم والعلماء على الأمة يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا للجنة إذن فالطريق الموصلة للجنة هي طريق العلم والعلم ليس علم الشريعة فقط ولكن علم الصناعة وعلم الآلة والتقنية وغيرها من العلوم ولكن كيف سنربطها بالعمل يقول سبحانه وتعالى فإذا قذيت الصلاة فانتشروا في الأرض هناك من يتخذ المساجد معتكفا ساجدا قارئا للقرآن فيبقى يومه كاملا خاصة في شهر رمضان وهو يصلي ويقرأ القرآن ولا شيء بعد ذلك ثم يترك ما تعلمه لأن الإنسان الحقيقي والمسلم الحقيقي هو الذي يعمل بما تعلمه إذا كان مهندسا يذهب فيعمل بهندسته وإذا كان فلاحا يذهب فيضرب الأرض ولكن ليس كل الناس تبقى في المساجد معتكفا عملها الصلاة والعبادة يقول سبحانه وتعالى فإذا قذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول كذلك جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أي جعلها مسيرة لكم مذللة فامشوا فيها ازرعوها واحصدوها واحرثوا فيها ما شاء الله لكم لا تجعل العمل مقتصرا على العمل في المجال الديني فقط لا المولى سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام أرادنا أن نعمل بما نعلم أرادنا أن نعمل بما نعلم قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده أفضل ما يكسب الرجل لو كان عمله عملا يراه الناس حقيرا فإن عمله عند الله سبحانه وتعالى عمل شريف ما كان من كد اليد ومن عرق الجبين ويقول وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده مهما كان العمل هناك من يحتقر عامل النظافة ولكنه في بعض الدول المتطورة المتحضرة يسمى بتسميات أعلى من الأستاذ وغيره يبجلونه ويقدرونه لأنهم يعلمون بأنه لو لذلك العامل البسيط الذي يجمع الفضلات لتراكمت الفضلات على الناس ولا عمت الفوضى والفضلات والأوساخ المجتمعات المولى سبحانه وتعالى بعث جبريلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور قال بني الإسلام على خمس ثم عدد أركان الإسلام لما عدد أركان الإسلام سمع المسلمون ذلك الحديث فوقفوا عنده بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ووقفوا عند ذلك ولكن نقول بأنها العلم والعمل يبدآن بعد أن جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الإسلام يقوم على خمسة لأنه قال بني الإسلام على خمس فهذه القواعد أرساها الكثير مننا ولكن لم يصعد بهذه القواعد أحد حتى يبني بناية الإسلام وبناية الحضارة التي تقوم على عالم الدين وتقوم على عالم الدنيا عالم الدنيا ذلك الفقيه في الفلاحة والفقيه في الهندسة والفقيه في الفيزياء والفقيه في التكنولوجيا التي بها قوام الحضارة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر